بعد أيام قليلة من تعطيلها العملية الانتخابية في بلدية تراغن واقتحام المراكز الانتخابية وإطلاف محتوياتها أثناء عملية الاقتراع ميليشيات حفتر تعرق للانتخابات مرة أخرى في القطرون حيث أعلنت اللجنة المركزية أنها أوقفت الانتخابات التي من المفترض إجراؤها في الواحد والثلاثين من أغسطس الجاري مصادر من بلدية القطرون أكدت لبانوراما أن مجموعات تبعة لآمر ميليشيات حفتر جنوب البلاد مبروك سحبان داهمت المدارس التي أعدت لتكون مراكز اقتراع وأغلقتها رفضة إجراء أي انتخابات مهددة بالقبض على كل من يريد إجراءها إلا أن رغم تهديدات هذه الميليشيات خرج المواطنون في البلدية للمطالبة بحقهم في ممارسة العملية الديمقراطية وانتخاب مجلسهم البلدي بعيدا عن عنهجية العسكر وسطوهم في كل شيء نطالب من اللجنة المركزية للانتخابات بإعادة استئناف الانتخابات في أقرب وقت ممكن تحقيقا لرغبة المواطنين المتعطشة والمتطلعة للتغيير من خلال الصندوق وتمتيله من خلال إرادة حرة ونزيهة بدون أن يكون هناك مكانا لأصحاب الأجندات الضيقة منع حفتر إجراء الانتخابات البلدية في أكثر من منطقة في الجنوب لم يكن هو الأول حيث قام بتغيير العديد من المجالس المنتخبة وتكليف عسكريين بدلا عنهم متجاهلا الدعوات الدولية والمحلية له باحترام الإرادة الشعبية وعدم التدخل في اختيارات الشعب خطوات تأتي عقب ما مني به حفتر من هزيمة في المنطقة الغربية كلفته الكثير وأظهرت حقيقته بما ارتكب من جرائم ويظل الإصرار على زيادة معاناة المواطن هو الطريق الذي ينتهجه حاكم الرجمة من أجل تنفيذ رغبات داعمي الإقليميين والدوليين ترجمة نانسي قنقر